لطيران الجيش تشوفها الآن على الشاشة تشوفها سيد الفريق حتى تحكينا عن هذا الموضوع كان عندك ملاحظات حوله لو قبل يطلع لي هذا بداية اللي واصلنا هنا نشوف اكو افراد يتابعهم الطيار لو تحدثنا عن هذا الموضوع كان هناك في حادثة هذا هذا طبعا هروب الدواعش من المطارة الاحفر وكان فرصة لاقتراسهم طبعا سبق هذا تدمير سيارتهم طيار ضرب سيارتهم ضربها بالخزان وقود احترق خزان وقود وبقت السيارة مستمر للأمال فالطيار مجاز من عندهم تبعهم ضربهم من المدفع الرشاش السيارة خرجت عن مسارها واعتقد انقلبت اللي عندهم ما شمع بعد تخرب فانهجموهم من السيارة طيار تابعنا هذي هذول هذول كبار اللي كانوا متعاصنين في داخل مطارة الاحفر فالين انهم من نتركهم احياء بالمدفع الرشاش من السيارة انهم قد يكون قيادات مهمة انهم قيادات فعلا ضربناهم هما مدربين فزيقزاق يستروا يمنهم بحيث المدفع الرشاشمة وذلك فظلنا ان نضربهم بصاروخ سبعين مليم هذي الطيار عراقي قلبه محروك طبعا هذي الصاروخ غير موجه هذا حر نعم نشوف عند مدى التدريب العالي والراقي اللي وصل لطيارين اللي يوجه صاروخ صاروخ يعني غير موجه باتجاه شخص ويضربه داخل شخص أنا قلت كل طيار عندنا اكثر من خمسمين ستمين طلعة مثالية وذلك هذا الخبرة صارت خبرة طيارين بالصواريخ الموجهة كأنه صاروخ موجه غير موجهة أصبحت توازي صواريخ موجهة يعني خلينا سأل سياة تلواء عن هذا الأداء وأثره في المعركة سابقا يعني كثيرا ما تحدثت عن أهمية دور طيران الجيش وخصوصا في معارك من هذا النوع الآن ما نسمع من إحصائيات وأرقام وما تابعنا خلال الأيام اللي مضت كلمني عن التأثير اللي ممكن يقدمه هذا الأداء هذه الخبرة الكبيرة طبعا تأثير ضخم كبير يعني إذا نبدأ بالميدان فمشاهدات الطيارين فقط يعني يعني أوف الاستخبارات والمعلومات ومو إلى ذلك قائد الطائرة إذ ما يحوم في منطقة مشاهداتها مثل هذه هذه ما تحتاج استخبارات هو شاهد عادو يتحرك في هذا المكان فيتعامل ويعاجل أكثر من 70% من الضربات هي مشاهدات طيارين من حجم الوقت اللي يعني يستنفذ من الطيار في منطقة الحوم ومراقبة ساحة المعرك المعارك هنا تجعل أولا معنويات كبيرة جدا لمقاتلين اللي تسندهم طائرة من فوق الرؤوس وقريبة وتحطم أهم سلاح لداعش اللي هو المفخخات قبل أن تصل إلى واغنين يعني أغلب القادة اللي تحدثت معهم أنا كانوا يشيدون بطيران الجيش أن طيران الجيش كان بالمرصاد لكل العجلات المفخخة ما تكون طائرة في الجو يدمرها ويعني